ما حكم من يطالب رجل مستدان مستدينة مع العلم أنه يعلم جيدا أنه معسر أحبائي في الله هنا طرفان الطرف الأول هذا المعسر فالذي يقابله الأصل فنظرة إلى ميسرة فنظرة إلى ميسرة ولكن في نفس الوقت له حق بالمطالبة بشكل لا يدخل عليه الأذى وقد يقول قال كيف يطالبه معسر نعم فهذا الشخص يقول ربما يجد آخر يقرضه يعني أنت تطالبني بألف دينار ما معي أعطيك ألف دينار لكن شو المطالب في أنت أن تصبر علي فنظرة إلى ميسرة ولك أجر كبير في الصبر لكن لك حق أيضا أن تطالبني فربما أذهب إلى أخي هنا وأقول له أقرضني مئة مئتين ثلاثمئة فأخذها من ذاك وأعطيها لك فبالتالي أخفف عبء الدين من جهتك علي لكن بقي الدين هو واحد علي لأكثر من شخص وقد أستقرض الألف كاملة ويصبح أولئي الآخرين ينتظروا سنة أخرى خلال هذه السنة ربما يتحسن أمري أو يوسع الله علي وما شابه فإذا هذا المطالب له حق بالمطالبة ولكن لا بد أن يطالب بأسلوب في يسر ولطف حتى لا يدخل على هذا الشخص الأذى ترجمة نانسي قنقر